المواطنين منذ صفيحة اليوم أيضاً بدأوا بالدخول إلى أو الذهاب إلى بيوتهم ومنازلهم أيضاً لتفقدها هناك من وجد المنازل المثمرة يزنون بعض من حاجياتهم اقراضهم بالأخص الشكوية مع حطول الألطار لتعلم مع حطول الألطار البرد القارز وبدأ الناس يشعرون بهذا البرد الناس تريد الآن أن تحتمل بالأخصية الشكوية خصوصاً أنهم غاموا ومنازلهم من القصص في بلادتهم العادية ملابس للناس الخارجية أيضاً فالناس تريد أيضاً أن تحتمل عدم وجه المحلات في الملابس الناس من هم من حاول أن أخرج بعض هذه الملابس بعض الحاجيات التي تلزمهم الخير الملابس تحنين من الأمطار قالوا لنا الله في هذه الشكوية وفي هذا المطر أيضاً في شمال قطاع أدأت الوقت كانت الغزوزة جديدة لجهة الأنور بتهزيع أيضاً المتاعدات التي وصلت إلى شمال قطاع المتشفى المواطنين الذين رقوا في شمال قطاع المقصة هنا في المدينة غزة وبالأخص في المنطقة الهسر أثناء تجولنا بينها مقابل أنا مقابل الآن مركز الليواء المدرسة فالهم ألاف من النازحين الناس أجلب من أوقاتهم ليشعلون النيران للتكسئة طريقة بداية زميلي وهم نوعاً ما كل الفرح يدخل في قلوبهم من هذه الهدنة وتمديد هذه الهدنة ويتمنوا أن تطول هذه الهدنة وأن تصل إلى وقت إطلاق النار كما قلنا الأصوات نوعاً ما تعج بأعارف خائلية المواطنين هناك بعض الأجراء التي دخلت إلى الأصوات مثل الخضرات والآكل والطعام التي يلزم هؤلاء المواطنين الآن يعني بدأ الناس بشراء بعض الحاجيات خصوصاً مع توزيع وبدء توزيع المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة وبالأخص إلى منطقة الشمال التي كانت محرومة منها في الخمسين يوم الماضية